على مر السنين كانت هذه القرى المتناثرة في سفوح الجبال شواهد حية على مقدرة اليمن في تطويع البيئة والتضاريس الصعبة لكنها تحولت الان الى مناف وسجون بفعل حصار الميليشيا التي اشتاحت البلاد وجعلت كل قرها وحواضرها ساحات للمعارك هنا في منطقة الشقب في الريف الغربي لمحافظة تعز اصبح السكان بمعزل عن الحياة بعد ان تحولت قرهم ومنازلهم الى اهداف عسكرية للميليشيا قد يتساءل المشاهد عن اهمية هذه القرى النائية وجدوى استهدافها وحصارها والحقيقة ان لا جدوى عسكرية تذكر عدى اذلال السكان ومضاعفة معاناتهم تستغرب هذه المرأة المتعبة وهي تسرد المعاناة اليومية لاهالي المنطقة الذين اصبحوا عاجزين عن توفير حاجياتهم الاساسية من اجل البقاء على قيد الحياة اجتداد الحصار ومضاعفة المعاناة استدعت تدخل افراد الجيش الوطني الذين خاضوا ولا زالوا معارك مستمرة في سبيل فك الحصار عن المنطقة ولا اثر ايجابيا انعكس على الاهالي الذين اخذ الموت اليهم طرقا شتى فمن لم يمت بقذيفة او رصاصة قناص اصبح جسده المنهك فريسة لمرض كان يمكن الوقاية منه لو تمكن من الحصول على الحد الادنى من الرعاية الصحية اشتركوا في القناة